السلام عليكم إن شاء الله سوف نضع الأحمال على النموذج الذي رسبناه المرة الماضية تمام هذا المبنى هذا المبنى هو الطابق التسوي حكينا أنه فيندي شير وال وهنا عندي بيمات هسا بدي تعرف شغلة هسا نحن نضع الأحمال الأحمال اللي لدينا أول شي تعرف شو عندك أحمال هسا عنا كيف نعمل أحمال هسا عنا مثلا هاي الاسلاب تمام تكبس على السلاب سوف تفرض عندك أنواع مختلفة من السلاب عادي عندك خيار هون select select مثلا سلاب البروبرتز مثلا ايج دك تختار السلاب 18 مثلا لو انت بدك تختار الربات لحالهم لو كان عندك ربات المهمة تختار يعني هاي كل أنواع السلاب البروبرتز اللي عندي فأنا حطت اوكي فهو اختار واحد اريا يعني اختار السلاب اللي عندي بدي احط أحمال عليها شو بعمل بكبس assign load data surface load اذا بدي احط لود حرارة نحط surface load تمام حتى بديد ما بحطه ومتى ممكن احطه بحطه بحالة واحدة اذا انا عندي block بس اذا انا عندي block يعني اذا عندي ribbed slab 2 way او 1 way اذا عندي one wire slab او 2 way ribbed slab بدي احط الدد هو وزن البلوك لانه هو مش رحكو نوزن اخرى ترى عادة لحطة super dead بس لا احنا منحطه بالعادة وزن للدد live load هذا مبنى سكاني منحطه 2 كيلو نيوتن بكل متر مربع طبعا شو اسمه فيه كود الاحمال بتجيبه من النت كود الاحمال الاردني كود الاحمال المصري كود الاحمال السوري حسب انت باي دولة بتحضر الفيديو وبتحط الاحمال فعندي uniform load 2 كيلو نيوتن على متر مربع هذا وزن live load احط اوكي تمام فهن اظهر لي انه في عندي على كل سلاب 2 كيلو نيوتن بس بالعادة عند الدرج الحمال بيكونش اثنين بيكون مثلا ثلاثة او اربعة عند الحمامات نفس الفكرة بس احنا هون مخلين الكيس كله يعني الورست كيس برجع بكبس عليها الاسلاب بعمل assign slab data على load data ومنحط super dead load بسا السوبر dead load احنا حكينا في عندي partition وفي عندي floor cover بالعادة floor cover بيكون اثنين ونصف والpartition حكينا واحد ونصف هاي اذا بدك تحط القواطع اوان ما بدك و احنا فعلا احنا هون رح نحط قواطع على اماكن معينة ففرطنا عن اوان ما بدي فاثنين ونص زاد واحد ونصف فتقريبا اربعة تقريبا اربعة ونحط اوكي فهيك انت اسمش انتأكد انه الاحمال عندك صحيحة بتكبس كبسي يمين بتروح على load هايو 3 18 بتروح على load عندي والله live load مقداره اثنين وعندي super dead load مقداره اربعة بقول لك اوكي هيك انا هيك حطيت الاحمال على السلاب السفين دي البيمات بدي اخط عليها احمال ايش هي الاحمال؟ لهي احمال القواطع لحالها احمال القواطع طب كم احمال القواطع؟ طب ليش احضر احمال? كل بساطة تعال معين لشكل التالي ياسه هذا البيم شوفه فوقي تقول لك تعال نشوف هاي الصورة هاي الصورة لم يبنسكني تقول لك يهذا بيم شايفه؟ يهذا بيم تمام؟ عندي بيمات فيه بيمات بسالي هذا البيم يحمل شو يحمل الواجهة هاي هذا البيم يحمل الواجهة هاي فبالتالي بدي في حمل شو حمل هاد حمل البلوك بس أنا عفرغ بدي أفرض مبني مبني تبعي بلوك طب أنا كيف تعرف شو عندي أنا شو بدي أبني ببساطة من المخطط المعماري أو من المالك المالك حاب بيحط واجهة كزاز بتخط حمل الكزاز المعماري حاب حاب بواجه بلوك بتخط بلوك حاب طوب هذا الطوب الأحمر بتخط طوب أحمر فأنت حر حسب المعاري مامار شو بده نفرض بلوك فبالتالي أنا بدي أحط الحمل القواطع أو حمل البلوك على البيم هذا البيم في عندي هذا البيم هاي البيمات كلها عليها بلوك من فوق هايو عليها بلوك هاي البيمات بس عليها بلوك فوق هايها بطاع هاي بيم بلوك بيم بلوك فقديش هذا الهاي بك ارتفاع الطابق احنا عرفنا أنه ثلاث متر تمام أو من روح درو منحط قصد منكبس select اختار البيمات اختار البيمات اللي نوعها درو بيم ثلاثين بستين فالطلع كيف اختار البيمات اللي هون شو بتعمل تضع load data distributed load on lines هذا ال load بدي يكون عندي super dead loads نوع force gravity uniform load كم مقداره بكل بساطة بكل بساطة بكل كم كثافة الطوب والله كثافة الطوب 14 تمام بضربها في كم في سماكة الجدار أو سماكة الجدار سماكة البلوك اللي هي سماكة البلوك نفس سماكة البيم اللي هي ثلاثين سانتي تمام و بضربها بايش مشان تكون بالهاي بدي اضربها بالارتفاع كم ارتفاع الطابق ثلاث متر فبطل عندي 12.6 عادي بقدر احطها 14 و بقدر احطها 15 للسافتي انا بذكرة ما اخذت الدورة هاي كان يقول لنا المهندس ان نحطوها 18 مشان الساف سايد انا لا حطيتها بشكل تقريب 12.6 اقول خليها 14 تمام خليها 14 حطيت اوكي حطيت اوكي حطيت اوكي هكي احنا عملنا الساين لود فهيك انا عندي السلاب عليها والله لودات وعندك البيمات كل البيمات في عليها سوبر تيد لود مقداره 14 كيلو نيوتن لكل متر تمام على كل هاي بس احنا نحط البيمات ما منحط على الجدر ما منحط على الجدر هكي احنا عملنا الساين لود اه بطل اشي فعليا يعني المفروض انه احنا خلص الموديل اعمل سايف بس عملت سايف امورك تماما فانت تخيل لو انت عندك قواطع بدك تكون هون باسم خط الغرفة خط الغرفة خط الغرفة وتخط الأحمال عليه فبصير كثير لي انا خلص حطيته على الطابق كامل هيك انا فعليا اه المبنى صار علي احمال حط علي كل الخصاص حط علي كل اشي المبنى جاهز انك تعمله تحليل انشائي ان شاء الله الفيديو جاي رح يكون تحليل انشائي وان خلاله بكون المنشأ انتهى وبظل الان قراءة النتاج وكيف تصمم الاسلاب وتصمم البيل ويعطيكم الف عافية